وما حدث يوم أمس من تظاهرات هذه التظاهرات هي هناك جهات سياسية حزبية تستغل هذه التظاهرات يعني احنا شاهدنا البارحة هناك تظاهرات على المنافذ الحدودية هذه المنافذ الحدودية هذا الجمهور وين كان قبل كان الشعب العراقي يعاني من أزمات مالية وأزمات اقتصادية يعني اليوم انت ظاهرت أمام الحدود وعلى المنافذ الحدودية لأن ضربت مصالح الحزبية والجهات السياسية فهي أنا وعي الشعب العراقي بأن لا يتجي إلى هذه التظاهرات هذه التظاهرات حزبية للاستفادة من عدل أغراض سياسية ولدعم الكياناتهم وأعزابهم اللي دمرت البلد تظاهرات حالياً ما نشاهدها هي تظاهرات طابع ونفوذ سياسي خصوصاً الأحزاب الذين خست في الانتخابات استغلتها حالياً تجهت وين تجه بدأ من كانت تجه السلاحة حالياً تجهت توميل تظاهرات بالشارع ما نشاهدها حالياً من تعشيدات وتظاهرات هو ضرب خصوم سياسية من أجل أن تكون هناك تظاهرات وستداف خصوم سياسية بس أكو سياسين فاسدين جاي يصدون للعمل وهم متبنين هاي القضية ونفسيتهم هم هذول السياسين ما صعدوا بالانتخابات وقالوا إذا ما صارت حكومة توافقية واشتركنا بالحكومة راح نسقط الدولة بشهر أو شهرين ولذلك هي جاي يشوف أكو مشروع من قبل الأحزاب الفاسدين والخاسرين بالانتخابات جاي يتبنون هاي قضايا مطالب البصرة حق بس بعده السياسين الفاسدين والنواب السياسين الفاسدين من محافظة البصرة وكل المحافظات